بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تطورات مهمة جدا ومثيرة جدا في السودان وربما الموضوع دوت ينهي الحرب في السودان لصالح الجيش السوداني في وقت قريب جدا وكمان هذه التطورات بتفسر كلام البرهان اللي قالوا من حوالي أعتقد اسبوعين كده أو ربما أقل شوية قال البرهان أن الحرب بدأت الآن إزاي عم بعد المدة دي كلها وجاية تقول لنا الحرب بدأت الآن وإزاي الحرب تخلص وهي لسه بدأ ده الموضوع اللي هننخش بسرعة وهو أقول لك طبعا على التطورات المثيرة في السودان فركز معايا وجاية لك بعد الفاصل الكل يتآمر علي من فضلكم دعم القناة بالشكر المدفوع أو دعم القناة بالعضوية في القناة وتعليق مثبت أسفل فيديو ما تنساش تقرأه وجزاكم الله قيرا خلينا جيب لكم الآخر عشان اللي عايز الخلاصة ياخدها ويتوكل على الله واللي عايز التفاصيل يستمر معانا فإيه هي الخلاصة الخلاصة يا ابو الشباب أن الروس دخلوا على الخط في السودان بشكل مباشر واحد يقول لي كابتل لطيف الفاغنر هناك من زمان أقول لك الفاغنر كشركة أمنية هم مصنفينها كده هي تحت أمر بوتن في الحقيقة لكن في الواقع اللي هم مصورينه إن هي شركة أمنية بتبيع خدمات أمنية زي الشركات الأمريكية يعني محاكاة لهذه الفكرة الخبيثة لكن الوقت الروس دخلوا بشكل مباشر وبشكل رسمي وياسر العطى اللي هو عضو مجلس السيادة ومقرب جدا من البرهان فضح لتطورات الأخيرة أو قل أزاع التطورات الأخيرة يا ابو الأبطال إيه هو اللي حصل اللي حصل يا ابو الأبطال إن الروس أعلنوها بشكل مباشر عرض على مجلس السيادة وعلى البرهان طبعا قالوا لهم تفعيل الاتفاقية اللي عملها عمر البشير قبل عزله وبتفعيل هذه الاتفاقية روسيا مستعدة إن هي تقدم الأسلحة والخدمات اللازمة طيب إيه هو المقابل المقابل بكل بساطة وبطاطة هو التسليح وياسر العطى قالها بهذه الصراحة وقال التسليح ومعنى هذا أن التسليح سوف يكون بشروط السودان طيب إيه هو المقابل ما نعرف في السياسة لا يوجد شيء مقابل لا شيء المقابل يا بالأبطال هي محطة تزويد بالوقود للطائرات الروسية في السودان ده الكلام الظاهر لكن في الحقيقة هي هتكون قاعدة عسكرية بشكل أو بآخر ودي ما تشكش فيها لحظة واحدة وده في إطار استعداد روسيا لأي مواجهة عسكرية يعني أي مواجهة عسكرية حقيقية في أواخر البحر الأحمر وفي منطقة باب المندب بشكل عام وده يابو الشباب له أثر خطير جدا على النفوذ الأمريكي في المنطقة ايه هو الأثر هذا ركز معايا عشان أقول لك ايه هو هذا الأثر هذا الأثر باختصار هو معادلة التمركز العسكري الأمريكي المهول جدا اللي موجود في الخليج بالذات في الإمارات والسعودية وأنا قلت لك طبعا أكبر قاعدة عسكرية في الخليج تقريبا هي في قطر لكن قلت لك قبل كده أن هذه القاعدة كانت الأول تحت تصرف الأمريكان مئة بالمئة بما يخالف العقد والعهد المتفق عليه لكن الوقت بعدما تحررت قطر من الالفين وتمنتاشر وقطر متحررة أو من الالفين وسبعتاشر وده لو أنتوا فكرين ترامب كان هايج على قطر وعما لي صلت عليها الإمارات والسعودية بسبب أن قطر عصت كل الأوامر الأمريكية فبعد تمرت قطر الوقت الاتفاق حول قاعدة العديد بقى مفعل يعني القرار في قاعدة العديد الأول كان أمريكي صافي وقطر وردة قاعد على الكراسي إنما الوقت القرار لازم توافق عليه قطر وبالتالي داي شل حركة الأمريكان في إنهم يعني يغدوا أي خطوة هجومية في المنطقة بالذات القاعدة كبيرة وليست قاعدة صغيرة فوجود الروس في السودان سوف يؤدي بطبيعة الحال إلى إنه اللي الروس هيعدلوا القواعد العسكرية اللي هي موجودة في الإمارات واللي موجودة في السعودية لأن الاتنين دول الدولتين دول هما اللي خضعين للأمريكان بشكل مهول جدا وما فيش أي قيمة للقاعدة بتوعهم والقرار أمريكي صرف وانتوا طبعا عارفين الحكايات دي مش عايزين نضيع فيها وقت طبعا السودان هيشترط شروط قوية جدا وهيشترط إنه ياخد الأسلحة اللي هو عايزها وبالكميات اللي هو عايزها عشان يحسم المعركة عشان كده البرهان ماذا قال قال الحرب بدأت الآن ده الكلام ده من اسبعين ثلاثة والوقت ياسر العطى بقى بيفضح لك أو بيكشف عن الموضوع بتاع التقارب السوداني الروسي يعني أمريكا يا أبو الشباب جلنا جلونها وده دفع بلينكين إلى أن هو يتصل بيه البرهان ويقعد يتكلم معا 30 دقيقة على التليفون خد بالك ده أول اتصال من فترة طويلة جدا إيه هو اللي حصل وإيه هو بلينكين عايز من البرهان بلينكين هيعرض على البرهان مميزات وفي نفس الوقت هيهددوه ده تحطه وده ده اسلوب الأمريكان وده اسلوب المملك عموما يعني عشان من استثنيش منهم أحد إلا بقى صالح المؤمنين نسأل الله أن يجعلنا من صالح المؤمنين ولا يولنا أمر المؤمنين بهذه الطريقة المهم خليني في الموضوع الأمريكان يا أبو الأبطال الوقت هيقدموا إغراءات من وجهة نظرهم وهيقدموا من النحة التانية هيقدموا من النحة التانية تهديدات يعني يتقبل اللي أنا بعرض عليك يا إم هطينها في دماغك أكتر دي سياسة الأمريكان يا أبو الأبطال فطبعا أعتقد البرهان في موقف قوة لماذا البرهان في موقف قوة أقوى من أمريكا أقول لك في الوضع اللي إحنا فيه الوقت البرهان أقوى من أمريكا إزاي عم ده الجيوش ومش عارف إيه والدنيا مقلوبة وحاملات الطائرات والأخمار الصناعية والسوريخ النووية أقول لك كل ده يا أبو الشباب له قمته على الساحة العالمية لكن الوقت في الوضع السوداني هناك مثلا أمريكا مش هتفكر في استعمال قنبلة نووية ولا هتفكر في أن هي تبعت حاملة طائرات لأن المكان خطر الوقت الصراع على التمركز العسكري وأنا شرحت حتة التمركز العسكري من قبل بأرجع لها لأن التمركز العسكري ده هو اللي بيدي للخصم الفرصة أو هو اللي بينزع من الخصم الفرصة طيب الوقت إيه اللي حاصل وممكن يعني أمريكا تعمل إيه للسودان أو تهددها إزاي أنا أقول لك لو في حاجة في يد أمريكا تعملها للسودان كانت عملتها من زمان يعني تعملها ضد الجيش السوداني ما هو مين أصلاً اللي شجح متي على التمرد ما هم الأمريكان ومين اللي كون الميليشيات المسلحة ميناوي ومش عارفين الفرقة اللي عنكة باللين تعرفها دي محمد نور ومش عارفين مين اللي كون العالم دي كلها ما اللي كونوهم الأمريكان واللي دعموهم الأمريكان واللي عملوا اتحاد بينهم وبين حمدتي برضو هم الأمريكان واللي خلاهم آموا وعملوا حرب أهلية هم الأمريكان واللي خلا حمدتي ينقلب على الجيش السوداني هما الامريكان يعني الامريكان مفيش في ايديهم حاجة يعملوها تاني وهم بطريقة الابتزاز والاكبار والاكراه عملوا كل حاجة مفيش حاجة يعملوها تاني وبالتالي البرهان مش هيخاف منهم بل هيفرض شروطه بقى طيب ايه هي شروط البرهان اللي ممكن يفرضها اشياء كثير اول حاجة البرهان ممكن يشرط على الامريكان ان هي تسلم جميع الخنزير بس هيكون الشرط ده صعب جدا على الامريكان اقصد عملاءها يعني من الخوانة في داخل البلد هيكون الموضوع ده صعب على الامريكان لانه لو سلمتهم فبطبيعة الحال هيفتحوها وهيقولوا حصل كذا وهيجيبوا بقى كل حاجة والله هيخش العنبوكا السودانية هيعترف غصب عنه شاء ام ابا فبالتالي امريكا لن تسلم احد ولكن ربما تصل الى تفاهم ان هي تسلم البعض اللي مش هيكون عنده حاجة يقولها وتقتل البعض اللي هي خايفة من انه يفضحها بهذه الطريقة يفكر الامريكان لكن برضو ده مش هيرضي البرهان يابا الابطال يعني البرهان عايز ينظف المجتمع الداخلي ده خطوة مهمة جدا في اي دولة بل تعتبر اخطر خطوة في اي دولة وافضل خطوة يخذها اي قائد انه ينظف المجتمع الداخلي والهزيمة اللي جات للدولة العثمانية اصلا ما جاتش من ضعف ولا كده لانما جات بسبب المجتمع الداخلي المخترق وبسبب المخابرات والشغل الداخلي وبسبب الطبور الخامس البرهان على فكرة ممكن يطلب طلب في منتهى الاهمية ايه هو الطلب ده هو طلب اعادة توحيد السودان طبعا واحد اقول لك ابتال لطيفي ازاي اعادة توحيد السودان يعني جنوب السودان الى السودان وكده ازاي كلام ده اقولك هو الطلب تعجيزي في الحقيقة لان امريكا ما تقدرش تعمله لا او بالاخرى عشان تعمله وتاخد فترة مش قليلة فامريكا مثلا لو ترضخ لطلب مثل هذا الطلب اللي هيحصل ايه اللي هيحصل انه ان الامريكان هيبدأوا يؤثروا على القادة بتوع جنوب السودان عشان يبدأوا انهم يطلبوا بالوحدة تاني مع السودان وكده لكن هنا بقى الروس هيبقوا ضد ايه ضد وحدة السودان خد بالك الاول الروس مع السودان وفي النقطة دي الروس هيبقى ضد السودان طب ليه الروس ضد السودان عشان الروس عايزين يعرقلوا امريكا وعايزين يعرقلوا اي اتفاق ممكن يحصل بين امريكا وبين البرهان وبين الجيش السوداني والسياسة مش يعيه بهذا الشكل يبدو اعادة توحيد السودان في هذا التوقيت مسألة خيالية او مسألة صعبة لكن انا اقول لك السياسة لا تعرف الخيال ولا تعرف الصعوبة لانه هو اصلا انفصال جنوب السودان عن السودان جاء بالقوة وبالتالي العكس بالعكس يعني انت لما تيجي تشوف الانفصال حصل ازاي؟ الانفصال حصل ان امريكا عملت نزوح كبير لافارقة وخلتهم يعدوا في جنوب السودان في وقت كان عمر البشير لا يستطيع ان هم يسيطر على الحدود برضو بسبب القلاق اللي امريكا عملها وبسبب الطوابير الخامس او الطابور الخامس او كل الطوابير الخامسة في السودان اللي كانوا بيشتغلوا لصالح امريكا وبالتالي امريكا وجدت من السودان في هذا الوقت ايه يعني ارض خصبة ان هم يهجروا افارقة بالالاف او كل حتى بالملايين ويهجروهم الى الجنوب السوداني وبعد كده يقول لك احنا عايزين مبدأ حق تقرير المصير يعني ايه مبدأ حق تقرير المصير حق تقرير المصير يعني الناس اللي عايشين على الارض هم اللي يختاروا المصير بتاعهم يختاروا دولتهم لوحديهم ولا يختاروا ان هم يكونوا متحدين مع السودان ولا يختاروا ايه خد بالك عايز هنا اخرج عن الموضوع لانه لانه مرتبط بحق تقرير المصير حق تقرير المصير ده مثلا امريكا ما عملتوش في فلسطين ولا هتعملوا دي تحطها في اعتبارات ليه لانه يضرب مصالحها وهي عرف النتيجة مسبقا ورفضته في اوكرانيا في الاقاليم الاربعة او الخمسة اللي بوتين سيطر عليها وعمل فيها انتخابات وهم اختاروا الانضمام للاتحاد الروسي برضو امريكا ما اعترفتش بالموضوع ده يعني حق تقرير المصير هذا مبدأ في الامم المتحدة هو حق يراد به باطل يعني ازاي يعني امريكا تطبق في الحتة اللي هي عزاها ولا تطبق في الحتة اللي هي ايه ليتضرب مصالحها يعني اهواء في اهواء ولا في قانون دولي ولا في نيلة خليني ارجع الى موضوع اعادة توحيد السودان اقولك ان البرهان هيطلب هذا الكلام من باب التعجيز مش اكتر من كده لانه البرهان عايز يصفع الامريكان نجيب لك من الاخر وعايز يصفي الطبور الخامس جوه وفي نفس الوقت البرهان عارف ان التحالف مع الروس افضل له الف مرة من التحالف مع الامريكان لماذا يا ابو الشباب لان التحالف مع الروس دوت وممكن الضغط على روسيا السودان هتضغط على روسيا اقولك نعم صدق او لا تصدق ازاي هتضغط عليهم عن طريق ايه عن طريق تركيا لان فيه تفاهم تركيا السوداني كبير جدا والروس فهمين القصة ديك ولما البرهان يبدأ انه هو يعني يختار الروس مش هروح يقول كده انا اخترت الروس ده هتبقى ميساق كبير ومفاهيم وبنود وعقود وتبادلات ودي كلها البرهان هيحطها بدون شك بالتفاهم مع الاتراك وبالتالي هيدخلوا الاتراك في الموضوع كده كنوع من الضامن يعني ونوع من التحالف وكده وبعد كده الاتراك لما يحبوا يقدبوا الروس بكل بساطة وبطاطة هيمنعوا مرورهم من البسفور ومرورهم من الدردانيل وكده يبقى خربوا بيت روسيا وكسروهم كسرة لا يعلمها الا الله وروسيا تفقد كل الغرب الافريقي هناك بقى ايه من ناحية تانية مش من ناحية السودان هناك يعني من ناحية السنغال وبوركينافسو والنيجر والدول دي كل المجهود اللي روسيا عملته فيه الثلاث اربع سنين اللي فاتوا ينهار وبالتالي روسيا مش هيبقى عندها يعني مش هيبقى عندها الرغبة في حاجة زي كده وبالتالي هتحافظ على الاتفاق مع السودان لذلك انا ارجح انه المسألة هتكون او التحالف هيكون ايه هيكون بين السودان وبين الروس خاصة ان الوقتي الايرانيين بدأوا يصدروا اسلحة ولما اقولك الايرانيين بدأوا يصدروا اسلحة للسودان تعرف ان هم عندهم امر روسي بانهم يعملوا حاجة زي كده عايزة اختم الفيديو بقى واقول لماذا قال او كيف سينهي البرهان الحرب انا قلتلكم هو قال الحرب بدأت الان المفروض بناء على الاحداث الجديدة الحرب تنتهي بسرعة كبيرة جدا لماذا لانه التمن بتاع اه دخول لروسيا وانه يبقى عندها قاعدة عسكرية في السودان تحت مسمى محطة تزويد وقود التمن ده هيكون هيكون غالي لانه لان روسيا وغدى خدمة غالية جدا بشكل لا يخطر لك على بال حلم كانت بتحلم به على مدار التاريخ واول مرة يعني يتحقق فبطبيعة الحال السودان سوف يطلب اسلحة نوعية بحيث انه يحسم الحرب بقى يحسم الحرب بقى ازاي المسألة العسكرية دي بقى يعني معقدة للغاية ولو دخلت فيها هطول بس خلاصة الامر انه هم سيفكرون في اخذ طيران حديث بشكل او باخر او مسيرات حديثة بحيث انه هم يضربوا كل خطوط الامداد اللي بتوصل للمتمردين من انتشاد او من اي منطقة تانية وبالتالي التنين لو وجدوا ان خطوط الامداد بتتضرب فهيعرفوا ان الهزيمة خلاص بقت على الابواب هيفكروا طبعا في الاستسلام ما هيفكروا في امان نفسهم هيفكروا في انهم لو استسلموا يضمنوا حياتهم هيفكروا في امور كثير امريكا هتفكر من ناحية تانية ان هي تقتل القادة اللي هم خدموها بس هيفضحوها هتفكر ان هي تقتلهم والقادة اللي هم ما عندهمش فضائح هتفكر ان هي تبعهم يعني بشكل او باخر وده الوقت اللي خلى بلينكين الامريكي وزير الخارجية الامريكي يسالع ويطيل الاتصال مع البرهان لكن انا زي ما قلت لك يعني الترجيح عندي هو ان الروس هم اللي هيفوزوا برضا السودان وهم اللي هيفنحوا القادة العسكرية اللي هي تحت مسمى ايه تحت مسمى محط التزويد بالوقود اعتقد الامور هتمشي بهذا الشكل والله اعلم والسلام عليكم